سلام شباب كيف الحال ان شاء الله تمام هذا الفيديو رح ارويكم كيف تفتحوا لاعبين في برو سارز اول شي لازم تفتحوا قريب خمسة اول شي صلح انك تدخل الابطال تروح تحت انت مثلا لو تبغى مثلا سارج تمرن على سارج لو تبغى جيل تمرن على جيل لو تبغى ليون تمرن على جيل ليون اول شي تلمسوا عشرة مرات ليون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة شبعة تمانية تسعة عشرة بعدين تروحون للكرو وتلعبون تروحون تقتلون كل اللي في الجيل تمام زي الان خلينا اقتل هادول اول شي اه ما نجحت ما نجحت معي اسبروا خلينا اقتلوا كل اول خلينا خلينا نجح جيلي يبغى لا تنزل مع قائمة هل انتظريني؟ سنة واحد سمعت الان بروح نكتل هادولا كلهم زي ما انتم شايفين نكتلهم كلهم خلاص بيموتوا كلهم خلاص خلاص بعمل نخرج زي ما انتم شايفين تروحون مثلا نحنا اخترنا صح ليون صح فنروح عند اليون ونلمسوا عشرة مرات واحد اثنين تلات اربع خمس ست سبع تمان تسع عشر بعدين تروحوا وتجربوا طيب يا شباب الان الان افتحوا البوكس الكبير الصندوق العملاق مع الصندوق الكبير زي ما انتم شايفين بلمسة واحدة مثلا خلينا الصوت مرة بيتعدل يلا واحد اثنين ثلاثة في نفس الوقت يلا يلا نفتح نشوف يا شباب ما حصلنا على اي حد بس انا جربت هذا الطريقة وحصلت ناني وبي هادي بي وهذا السيد بي والله العظيم يا شباب جربته وصارت معي ما اعرف شكله خلاص مرة واحدة تصير او شي زي كده فجربوها وان شاء الله رح تنجح معاكم وكذا وصلنا نهاية المقطع لا تنسوا نضغذر الله واشتراك هيا اشتركوا في القناة